إذا تشكلت الحكومة في اليومين المقبلين تثبت المنظومة الحاكمة في لبنان أنها من أوقح المنظومات الحاكمة في العالم فمنذ سنة وشهر تماما ونحن نبحث عن حكومة لكن بلا جدوى ولا نتيجة تعاقب على التكليف ثلاثة الرؤساء والحكومة لم تشكل تجاوز الدولار عتبت لعشرين ألف ليرة والحكومة لم تشكل جاء الناس وعانوا القهرة والإذلال وصاروا يبحثون عن رغيف خبز وحبة دواء وقطرة بنزين والحكومة لم تشكل والأسباب دائما من نوع المضحك المبكي فأوعى تفتكر للحظة واحدة أن أهل السلطة عندنا مختلفون على أمر جوهري مثل كيفية إخراج الاقتصاد اللبناني من مأزقه أو السياسة الدفاعية أو تموضع لبنان بالنسبة إلى الصراعات الإقليمية والدولية كلا كل هذه الأمور من آخر هموم المنظومة الحاكمة ولا تدخل في حساباتها ضيقة كل هم أفراد العصابة الحاكمة ينحصر في كيفية توزيع الحصص والمراكز والمكاسب أي في كيفية تقاسم جبنة السلطة في زمن لم تعد فيه بردات اللبنانيين تحتوي أي نوع من أنواع الجبنة المهم أنه فجأة وبعدما بدأ أن أفق التأليف مسدود وبعدما كثر الحديث عن قرب اعتذار الرئيس الحكومة المكلف هبط الوحي وذلك بعد اتصال هتفي جرى بين الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ففي لحظات تبدد جو التشاؤم وحل مكانه جو تفاؤل وبدأ كأن الحكومة في سباق مع الوقت وأن الولادة المنتظرة من ثلاثة عشر شهرا صارت مسألة ساعة وهل من يسأل بعد لماذا المنظومة الحاكمة عندنا من أسوأ المنظومات في العالم إذ هل أسوأ من حكام ومسؤولين لا يسمعون صوت شعبهم بل يستقوون ويتفرعنون عبر تنفيذ أوامر الدول وهل أسوأ من حكام يدعون أنهم أسياد الداخل فيما هم مجرد عبيد صغار لدى الخارج حرام لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر